أنا نخش على هوا عطول قلتيني هقولك مفاجأة عن لعب محترف في الدولة المصري الأهلي بيفكر أكيم أكيم لعب بلدات المحلة لعب تحت السن واحد من اللاعب الهيلة جدا اقترب بشدة من التواجد في النادي الأهلي كولر معجب باللعب الناس في لجنة التخطيط للكرة معجبين باللعب شخصيته قوية جدا لعب كرة معاه ممتع بيقدر عنده حلول بيلعب مركز 8 كويس قوي وتحت السن مش هيقصر مع الفريق في أي حاجة انسجم مع الدورة المصري بسرعة طريقة لعب البلدية وأسلوبها أثبت أن اللاعب عنده إمكانيات كويسة جدا فاللعب نقدر نقول يعني اقترب بقوة من التواجد مع النادي الأهلي أو قبل ما نروح لعوالي في نفس الإطار ماذا عن مران حمدي بص مران حمدي اتعارض عن نادي الأهلي عن طريق يعني حد من الوكلة قال له من اللاعب وصل لمرحلة يعني صعبة جدا بينه وبين جماهير ندي والمشكلة اللي حصلت ومعروض للبيع النادي الأهلي اتكلم أنه لو اللاعب هيقدر يفسخ عقده أو يعني هيبقى حر ممكن يبقى اللاعب موجود الوكيل بيحاول يوصل مع اللاعب دلوقتي لطريقة ما أو أسلوب ما حتى لو اللاعب خرج لأي نادي أو قدر يدفع الفلوس اللي النادي المصري طالبها ويخرج وبعد كده يطلع النادي الأهلي يعني فيه أكتر من طرح موجود لمران لكن مران كولر عايزه معجب بيه جدا من مباراة المصري والأهلي في الموسم اللي فات اللي هي اللاعب مع المصري ماتشين وراء بعض في الكاس وفي الدوري شايفه لعيب فيه الإمكانيات اللي هو عايزة هيدرز ويتحرك جمعات الجزاء كويس مجهوده وفير من اللاعبة كويسة فكولر معجب بيه والأهلي الناس ما عندهاش مشكلة بس انت عارف الحساسية في الأمر بسبب القصة اللي هو عارف سل شكرا